بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن شاء الله سيكون إن شاء الله درس قصير خمس دقائق فقط لمسألة توضيح مسألة ذكرت في الخطبة ويبدو أنها قد فهمت على خير المراد فكثير من الناس بعد الخطبة فجاء ويسأل عن بعض الأمثلة التي ضربتها مثلا في مسألة الذهب أول مسألة قلنا أنه بيع أو شراء الذهب بالتقصيد هذا يعتبر ربن السلام عليكم ورحمة الله أحاول أن أتحدث عن بعض الأمثلة التي أكتبت بها في الخطبة لأن الكثير من الناس أحاول بزراجة وعلى مرادة ثلاثة بعض الأمثل ويزرون أتحدث عن بعض الأمثلة ويبدو أن أسأل قريبتنا ويبدو أن أتحدث بالتقصيد في الخطبة أحاول أرى مثال الخطبة في الأمثلة التي يفعلون المثال الثاني الذي ضربناه قلنا لو أن إنسان ذهب بقلادة مثلا قديمة وأراد أن يشتري بها قلادة جديدة فأعطى القديمة ودفع فوقها فرق السعر هذا أيضا يعتبر ربن والحل من هذا الشيء حتى لا نقع فيه هو أن تبيع هذه القلادة القديمة ثم تستلم المبلغ من ثم تذهب لتشتري القلادة الجديدة بعد أن تكون قد أتممت عملية البيع أولا ثم تبحث عن قلادة للشراء وتشتري لكن لا يكون هذا العقد من ضمن الشراء the second example that I give is that when you want to buy a new necklace or a new piece of gold it hasn't to be a necklace even if it's a ring or anything that has to do with gold then if you have an old one you cannot replace it with a new one using it during the transaction which means you cannot buy the new one and then offer the old one and then if the guy tells you that this is worth like 300 or 400 then you consider this from the money and you add some cash over it and take the new ring or the new necklace you cannot do this this is considered as riba how we can exit this way and instead of going inside the riba which is riba the one that we explained the delaying thing you can sell the old one and then when you receive the whole cash from it as you suppose then you start to look for a new one and then buy a new one in a separate transaction المثال الثالث الذي ضربناه قلنا لو أن إنسان ذهب ليشتري ذهبا ذهب فكان ثمن الذهب مثلا ألف دولار أو ألف ومئة دولار وهو معه ألف دولار فأعطى الرجل ألف دولار داخل المحل ثم خرج إلى السيارة ليحضر المئة الباقية فقد وقع أيضا في الربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الخطبة قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وها الفضة بالفضة ربا إلا هاء وها وذكر الأصناف الستة التي ذكرناها في الخطبة إذن هذه الأصناف الستة هي التي يقع فيها الخلاف لأن كثير من الناس جاء قالت كيف أشتري طيب السيارة كيف أشتري البيت كيف هذا الأقصاد أنا لم أتكلم عن البيت أنا لم أتكلم عن السيارة أنا لا أتكلم عن أي شيء خارج الأصناف الربوية التي ذكرناها في الحديث إنما هذا يقع فقط في موضوع الذهب والفضة عليك أن تبيعه يدا بيد كاملا مكملا من غير تأجيل فلو إنسان ذهب ليشتري تلفون وكان معاه 500 دولار ونقص عليه 100 دولار وخرج للسيارة يحضر 100 دولار لا بأس عليه لأن هذا ليست من الأصناف الربوية هذا المال ليس من الصنف الربوي التلفون ليس من الصنف الربوي ولا غير من الأمور سواء كانت سيارة أو غير ذلك إنما كان حديثي عن الذهب الذهب والفضة الأصناف الربوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم that third example that I gave is that if you go to buy a piece of gold which is whether it's a necklace or anything else and the man tells you it is a thousand hundred and you have one thousand with you so you gave him this thousand and you go out to the car to bring the other hundred then this is considered riba okay how we cannot fall on this then you do not buy it you do not give the money the thousand dollars to that guy you do not buy it you just go out bring the whole money with you the whole cash that you're asking for thousand hundred and then go again inside and do the transaction is this also goes to other things like if let's say I'm buying a phone and then I go to buy this phone and then the man tells me six hundred the price of the phone and I have five hundred I give him the five hundred and I go back to the car to bring a hundred is this the same? no it's not the same I'm only talking about gold and silver and those six types of money that the prophet mentioned in the hadith which is gold, silver, and date, and wheat, and barley, and salt so those six types that the prophet mentioned they enter in this hadith in this example most likely now nobody is dealing with the date and this thing that we are talking about date by date and they're not trading date by date or they're not trading barely by barely now the majority of people they just go and buy it it's a different case I'm talking now that a lot of people fall in this especially when they are buying gold or silver so when it comes to gold and silver you cannot do this but if it is outside that gold or silver if it is a phone if it is a car if it is a house we are not talking about this it is okay to do it it's something different so just to clarify it because a lot of people ask me about this thing and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those who hear the word and follow the best of it and to make us understand our religion because it's a very important matter that a lot of people they don't pay attention to it they don't seek the knowledge that they need in their life and then when they fall in the haram they say oh we did not know you need to ask you need to learn it is your responsibility to ask and learn wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala nabi Muhammad wa ala wa sahbhi wa sallam alhamdulillah rabbil alameen